السلام عليكم أصدقائي على قناة عام الفيديواتي قصيرة جرناكم في فيديو جديد اليوم أصدقائي جايبي لكم رأيي بأشياء مختلفة أول شغلة عندنا المسلسلات العراقية بصورة عاما أصدقائي كبابي الناس كانوا متابعيني بقنوات أخرى مثل قناة علي تيفي فاجة هو ما حشيت عن مسلسلات العراقية لأن بوقيتها حشيت عن قناتي علي تيفي نزلت فيديوهات بصورة عاما المسلسلات العراقية أصدقائي داما من التزمين بنفس الأشياء الموجودة من زمن عصمال يعني من زمن قبل نفس الأشياء تلقاها نفس الشي من قبل الحدثة يعني ما كفت تطور من ناحية المسلسلات من ناحية المونتاج وشغلات وهاي تقيبا نفس الشي تصوير تطور يعني صار شوي أحسن بس من ناحية المونتاج ما كفت منتاج قوي إنسان متابع برنامج الدحيح واحد يوتيوبر مصري مونتاج مات العراقين فينو بضايصونهم مثلا ما العلم هو مجرد شخص يعني يعني مو فدقنات فضائية أو فلانشي وهاي فضائية مفووظ مونتاج مميت مرة خصوصا من سلسلة مصرف عليها مثلا هاي قد فلوس هاي مفووظ من يصرف على إنتاج أيضا ها ثانيا قصة مع المسلسلات العراقية داما نفس الشي هاي طلقت بيه هذا هاي صار بيه مشاكع بك مهند النور داما نفس الشي الشغل الثالثة الموجودة بمسلسلات العراقية ها محافظين على بعض الشغلات موجودة بكل المسلسلات تقريبا ترقاها المشكلة صارت هي أفلان هاذا العصاب تيه لازم يصورون اشي لابسين فلانشي صار تراما ما فلانشي هتحدى اه واحد يقول لي اكو مسلسلة عراقية مثلا اه بيه انتاج او اخراج مثل مسلسلة كين كونج اللي نزل بالسبعينات نزل بالسبعينات نزل بالسبعينات تخيل فيلم نزل بالسبعينات وخراجه اقوى من مسلسلة نازلة بسنة الفين وثلاثة وعشرين مثل خانف ذهب ها اخراج فيلم صار له سبعين سنة او اربعين سنة خمسين سنة ها اخراجه اقوى من مسلسلة او فيلم نزل مثلا بالعراق سنة الفين وثلاثة وعشرين هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ انتظروا بالمسالات العراقية اتوقع الناس وايحة للجل بل أنا مستمر يا عم عجبني من زمانه سوي في الفيديو انتقال بصورة عامة عشرة معينة مختلفة الشغلة الثانية أصدقاي دحتي بيها وهو بعض الناس يعتبرون بعض يوتيوبر بصورة عامة مثل شخص مقدس كان ما أي واحد يحكي عليه مثلا أنا جرابتها بيوتيوب مثلا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة لا تشتركوا في القناة اصدقائي فعلوا جرس وعذروني حي افخشيت على اي واحد بس انا قزيت بس انتقاد وما قلت ولا حجيت على اي شي لا تشتركوا في القناة اصدقائي وارجوان ومظلوا يشتموا هالفيديو اصدقائي